هل أثر احترافك الغناء في المنهى الليلي الخاص بك على مسيرتك الفنية وجعل اسمك في البلاكليست على المستوى الإعلامي حتى أنه أصبح لا يزيع لك أي أغاني لا تلفزيونيا ولا إزاعيا وماذا سنسمع منك اليوم؟ ردوى شهين كندا صندوق بريد 7752 ردوى شهين اسمها ردوى؟ أنا بقولك يا مد مازال ولا مدام؟ هي والزوجها هيبقى مدام هيبقى مدام أنا بقولك يا مدام ردوى فعلا اللي أثر علي هو الليل لأن التلفزيون هيقودني ليه وأنا يقودني ليه في الحفلات طالما أنا عندي كل يوم حفلة عندي في الليل والناس اللي بيجوا من بره مخصوص عشان يسمعوني أنا ساعات لما تبقى في حفلة لأي فنانين موجودين مش عرب يعني العرب كلهم بيعملوا حفلات في الصيف أيوة اليوم اللي يكون في الحفلة يبقى عندي وحش لأن كلهم في الحفلة لأنهم جاين لي تاني يوم تاني يوم أعرف أن يكون بلي عندي اللي راحوا الحفلة هيجوا لي تاني يوم عن عندي آآ مو أه طبعه طبعه أناه هياخدوني ويعملوا بي اية في الحفلة لا ازاي بقى هو ياخدوا حطرتك لإن �ски فنانة يا جايت ده حدرتك إيه؟ أو هتقولي إيه؟ فيش مان ساعد صفا صوت لا يطلق عليها زى اللفظ إلا هو ده هلي هلي صوت مبحبح كده يعني تحس واحدة كده يعني بحبوحة كده أو حاجة حلوة كده يعني فهي كان بتغني بالطريقة دي فعلا بس ما لهاش حاجة دلوقتي أنا عارف عندها ملها أظن أو حاجة يعني لأ ده مش كفاية يعني ساعد صفا ساعد صفا إيه رأي حضرتك في التعاد أو تعلقين تقولي إيه؟ أنا بعلق عليه بقولتي أستاذ سعد هي مش حكية إن أنا عندي الليل هو ده هو ده مش الليله بس ما هو أنا مجودي كله راح في الليل طب هنغني بره إزاي؟ أروح الدول العربية إزاي؟ إزاي مش كفاية؟ ما اللي عايز يسمعني بيجي يسمعني بالعكس بقتح لي فرصة إن كل حد يجي مصر بيدور فين شريفة فاضل بتغني إنه بيجي يسمعني وهو ده سبب برضه زي ما قلت لحضرتك إنه منعني من الحفلات عموماً ومن التلفزيون أصلاً المصري إنه أنا أعمل حفلات فيه هو اللي الفعل الليل عشان حضرتك ما عندكيش وقت إنه ما هو برضه عشان الموقف يعني أه هل تعتقد حضرتك إنه الفنان يعني عفواً اللي بيشتغل فيه ملها ليلي؟ أي هل بيؤثر على اسمه أو بيؤثر على فنه؟ أه طبعاً لو كان ملها كده ولا كده أنا أصلي مش ملها أي أنا اسمه مصرح ومطعم المنوعات أه الليل أه أنا فايف ستار يعني قد خمس نجوم أي واخدا خمس نجوم نعم أه وعشان كده أنا بالنسبة لي مش حكاة شر هرم أه حكاة الليل أه ده موضوع تاني خالص أه أنا عاملة حاجة على مستوى إن أنا أقدر أغني فيه أه وإلا ما كنتش أعمله أه إنما رأي حضرتك إنه اللي بيشتغل في ملها آآ ممكن يأثر عليه في إيه؟ ده بالعكس أه لا بالعكس ما يأثرش لا